ولطالما كان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ميزة تنفسية لمملكة البحرين أكدها التعامل القوي مع مختلف تحديات بأبعادها الإنسانية والاقتصادية من خلال جملة من الإجراءات والقرارات كان آخرها ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا والتخفيف من تداعيات الجائحة منذ بداية الجائحة سخرت مملكة البحرين جل أمكاناتها في سبيل احتواء ومواجهة جائحة كورونا سواء من الفحوصات اليومية للمواطنين واستقبال المصابين وتقديم أحدث ما وصلت إليه العلاجات والتكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية ناهيك عن الإجراءات الوقائية التي قامت المملكة باتخاذها كتفعيل الدراسة والعمل عن بعد وبهدف الحفاظ على استقرار أسواق العمل وحماية القوى العاملة والمحافظة على الصحة العامة قدمت المملكة حزمة مالية ضخمة تم توجيهها إلى القطاعات الصحية والاقتصادية والمجتمعية بما يحد من التداعيات والانعكاسات السلبية للجائحة عبر إقرار حزمة إعفاءات من الرسوم المقررة ومنح تسهيلات مالية في سبيل الحفاظ على العلاقات التعاقدية وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ومتابعة وتكليف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدءاً من يونيو إلى غسطس 2021 لتضم إلى جانب العديد من المبادرات الداعمة والمحفزة للأفراد والمجتمع فضلاً عن إنشاء صندوق سيولة لدعم قطاع الأعمال لدعم المنشآت المتضررة إلى جانب دعم استمرار نشاطها التجاري في ظل هذه المرحلة الطارئة